أكيد التحالف السيادة بصراحة يحتور حدث مهم وهو الحدث الأبرز والأهم بالنسبة للمكون السني هناك ردود أفعال يعني إيجابية وفريحة من قبل مجتمعنا ومن قبل محافظاتنا المنكوبة التي عانت كثير تؤيد هذا التحالف نحن عانينا كثيرا ولسانوات طويلة من التراجع والتهميش والإقصاء وعدم التوازن وكنا سابقا موجودين في الحكومة لكن غير مشاركين غير فاعلين ليس لدينا القدرة حتى أن ندافع عن حقوقنا اليوم الساسة الكبار والقيادات السنية السياسية بقيادة الشيخة بسرقنجار والأستاذ محمد الحلبوسي استطاعوا ونجحوا وحققوا ما لم يستطيع أن يحققه الذين سبقوهم من الساسة وحقق هذا التحالف وصل إلى ما يقارب 67 نائب وهذا سابقا لم يكن موجود كانت عباء المكون السني الساسة من قسمين إلى كتل صغيرة ومجاميع صغيرة كلا يذهبوا باتجاه عكس اتجاه الآخر بس أيضا يجي السؤال دكتور سعود عذرا للمقاطعة من أبناء المكون من أبناء المكون يجي هذا السؤال إذا تسمعني دكتور سعود شلون أراهن على توحيد على توحد المكون مرة أخرى يعني 65 نائب شيري دونيسون بين هذه الأعداد الكبيرة وبين هذا الصراع الكبير الحالي الموجود شيري دونيسون 65 نائب هكذا الأسئلة تطرح لا لا 65 نائب أو 67 نائب عندما تكون كلمة وحدة واتجاه واحد ورأي واحد تكون فاعلين وقادرين ونؤثر يضاف إلى التحالفات مع الكتل الأخرى فاليوم سنكون لدينا سرعة في إنجاز سرعة في اتخاذ القرار موقف واحد ورؤية واحدة سياسة وستراتيجية واحدة اليوم تحالف السيادة في صدد رسم ستراتيجيات وخطط مستقبلية تسهم في النهوض بواقع البلد ومعالجة كافة الإشكاليات الموجودة والتراجع في القطاعات والخدمات وكذلك يحاول أن ينتج حكومة وطنية قانونية وأن يحاول يحصل السلاح بيد الدولة اليوم تحالف السيادة جاد في الدفاع عن حقوق محافظاتنا السنية التي أعلنت في عام 2017 و2018 أنها محافظات منكوبة لحد الآن هي تعاني الأمر نزوح، تهجير، غياب قسري عدم اكتمال موضوع التعويضات بالنسبة للدور المهدمة مشاكل كثيرة تعاني منها هذه المحافظات لكن بسبب عدم موجود رؤية وقيادة موحدة كانت هناك إخفاقات اليوم هذا التحالف سوف يكون تحالف مؤثر وسوف يكون بصراحة للمكون السني مرجعية قوية وواضحة مرجعية سياسية تمتلك أعداد من أعضاء البرلمان ممكن أن يتفقوا على بيان، على كلمة، على موقف فهذا أكيد سوف يكون مؤثر عند الطرف الآخر وعند الشريك السياسي الآخر الشريك السياسي عندما يرى أن المكون السني موحد تحت قيادة حكيمة سيتعامل معاملة أخرى أكيد اليوم عندما تذهب إلى العملية السياسية وإلى مجلس النواب وإلى التفاوض مع الشركاء الآخرين وأنت لديك تحالف قوي أعداد جيدة من أعضاء البرلمان أكيد يكون المكون السني متوحد شوه متوحد هو ليس سألتك على معيار التماسك دي تحقق أنا ليس سألتك على معيار التماسك البعض يعني ما متأكد مئة بالمئة من تماسك المكونات يطرحون مثال تماسك المكون الكرد تتذكر من 2003 إلى حد 2021 نعم الديمقراطي وكردستاني يعني مثل السمنة على العسل ينزلون البغداد رئيس الجمهورية ثاني يوم للكرد حاليا الأمور اختلفت يعني شلون أراهنا على تماسك المكون السني بعد الهدات اللي تعرض لها تعرف المراحل اللي وصلها للمكونات شلون أثق ما راح تتكرر نعم 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 أكيد ما راح تتكرر لأن نشوف هذا التحالف والتوحد جاء بعد معانات كثيرة دامت سنوات يعني جميع أبناء المكون عانوا الكثير عانوا التهجير عانوا النزوح عانوا الآلامة التغييب الكذا الظلم فهذا التحالف يعني أتى وولد من رحم المعانات معانات لأبناء المكون معانات لمشايخنا وقياداتنا فبصراحة يعني أحيي الأخوة والقادة وقادتنا السياسين الشيخ خميس الخنجر والسيد محمد الحلبوسي أنه استطاعوا وحققوا شيء وإنجاز كبير لأبناء المكون السني وهو تحقيق هذا التحالف الذي سوف يكون السند وسوف يدعم هذه المحافظات سوف يستحصل الحقوق التي سلبت في وقت ما فبسبب المعانات ونحن جميعنا لا نريد أن نرجع إلى المربع الأول ولا نريد أن نعود إلى الخلف نستبشر خيرا بهذا التحالف الذي سمعنا عن ستراتيجياته وخططه وسياسته التي بصراحة تلامس مشاعر الكثيرين من أبناء هذا المكون البعض أيضا يجاد الدكتور سعود بأن العامل الخارجي كان له اليد الطولة في توحيد الموقف السني مؤخرا وحتى ربما في ولادة تحالف جديد اسمه تحالف السيادة الفياد قبل يوم ذكر هذا الشيء قال الاستقرار الدولي والإقليبي والصلح السعودي القطري أثر على صلح آخر سني في العراق إلا أي مدى أثر العامل الخارجي على استقرار المكون السني هذه المرة وبروزه بهذه القوة التي شاهدها اليوم بصراحة المؤثر الأكبر هو العامل الداخلي والتوافقات الداخلية لكن لا ضير أن العامل الخارجي أو الدول الخارجية المجاولة أيضا تبحث عن استقرارها واستقرارها من استقرار العراق يعني عندما تستقرر العملية السياسية في العراق هذا سوف ينعكس إيجابا على الدول المجاورة ومنها الدول العربية فأكيد تدفع باتجاه أن يتوحد أبناء المكون وأن تتوحد الخطأ والرؤى السياسية لأبناء المكون وكذلك يدعمون استقرار المكونات الأخرى واستقرار الوضع السياسي في العراق عموما لأن يكاد يكون الحال تأثير متبادل ونحن نعرف عندما حدثت إشكاليات في سوريا تأثر الوضع السياسي في العراق والأمني والعكس أيضا عندما تحدث هناك عن خلل ومشاكل أمنية في العراق فتأثر الدول المجاورة فلا يضير أن تبحث الدول الأخرى عن مصالحها وأكيد أي مصالح يوم التبادل مصالحها في استقرار الوضع السياسي في العراق بقد قضية أيضا شيء آخر يواجه تحالف السيادة جنابك شفت بعد تأكيد المحكمة الاتحادية اختيار السيد الحلبوسي لرئاسة البرلمان وأن الجلسة كانت صحيحة والطعون ردت ماكو وراء ساعات أعتقد مو يوم قصفت القرمة على مقتربات من منزل السيد الحلبوسي شتفسر هكذا تعرض قبل سويعات من ولاد التحالف السيادة واختيار الحلبوسي شنو تفسيرها؟ نعم 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 أكيد هذا التحسن الملحوظ بالعملية السياسية بالعملية الديمقراطية وبقرار المحكمة اليوم المحكمة قالت قرارها باستقلالية تامة بعيدا عن الضغوطات ولم تتأثر بالضغوطات السياسية ومن الكتل المعروفة وصراحة قرار المحكمة معروف سلفا للمتابعين والسياسيين والقانونين هو الجلسة صحيحة والجلسة قانونية شكرا للمتابعين والساسيين والسياسيين والسناسيين والسياسيين والقانونية شكرا